مطمر لندن السري مطمر ده كان معمول عشان يدرس العوامل اللي بتهدم الامبراطوريات عشان يحافظ على الامبراطور البرطانية ففي حوالي 2000 عالم بيشتغلوا خير سنتين فطلعوا بإدباجة سنة 2007 واناك شعب ونيقتون جنوب المتوسط يودين بعقيدة واحدة هنا كلمة العقيدة اللي نقف عندها ماش عقيدة دينية ده عقيدة أرض لأنه هنا في المسيحيين وفي المسلمين في الكلام بيدين بعقيدة يموت دونها ولمصالح الغرب ده بالنص كده يجب حج بهذا الشعب بين خط عرض بين شوائط المتوسط الجنوية وخط عرض عشرة اللي هو خط المستعمرات وتجزئته هنا اليهود اللي كانوا موجودين في المؤتمر راحوا بلغوا مؤحيين وزمان الكلام ده راح قال للإنجليز انت الوقت بتحضروا عشان تخش الحرب علمية الأولى وتحضروا العرب يقفوا معاكم ضد الأتراك راح أقول لهم هتعملوا فهم ايه بعد كده طب انت عايز ايه انا عايز وقتاً قومي ايه في فلسطين هلو خلص تطرعك فهنا السياسة هي اللي جابت الوعد تمام يبقى هنا السياسية بدأت تشتغل من بدري وعمل وعمل الوعد اه بتمهد اه بتشتغل لغاية ما تجيبه النهاردة انت النهاردة اباك في أمريكا هاي المتواردين الموضوع ده التجمع هو منظمة لتجمع ألفين تجمع يهودي وهي اللي بتخول اباك اباك اه مسؤولة عن الكونجرس ومسؤولة عن البيت الابيض الاتنين هي البشار في الاتنين دول فبالتالي الضغوط والشغل بتاعه بتطلعوا دولها الاتنين عشان يتوجه السياسة او توجه الدعم لإسرائيل من خلالهم ايه يعني مثلا بوش الاب لما كان عشان مؤتمر السلام وكرم ده ويبيضه الشمع العرب كان فيها عشرة مليار دولار للمستوطنات ايه وقفهم قالوا هتسقط في الانتخابات وحتدفعهم وسقطوا في الانتخابات ودفعهم للي بعدهم السلوني اه اللي باك دي اللي هما اللي باك اه فإذا النهاردة هما قادرين على ان هما يجيبوا وسائل الضغط في الدول الكبرى عشان نفسه هما عايزين هم هل بقى عشان دي في عقق الدنيا مرتبطة مع بعض مصالح اقتصادية الوظيفة اللي هما خلقت فيها إسرائيل بالنسبة للغرب قبل ما تبقى الدينية وظيفة اللي هو تقسيمة المنطقة ايه اللي هو المنطقة مش مستقرة ايه هي دي ايه وضو ده كان شغل الانجليز شغل الانجليز وامريكان خدوا منه ايه وبنشين عليه مصالح الغرب ايه كله مع بعضه في هذا الموضوع ايه ايه يبقى ايذن فكرة انه انه التصرحات الكاذبان لقيها طول الوقت ده العادي بتاعهم العادي ده هو يرميها ويبعدين يلف من وراه يقولك لا نكناش منقصد ايه لأنا مش عارف اي ده نكناش عارفين ايه كده ايه وفي مباحثات السلام اللي ما حكتك كله منه واحد حصل كده الرئيس السادات اللي يرحمه كان فاهمهم اه فاهم طبعا هو كان دارس التاريخ اللي ده كويس ايه كان دارس التاريخ اللي يرحمه يعني عانى منهم في الانتخابات في المباحثات تحت كده منه واحد من يفنه المشير الجمصي اه تمام الله يرحمه فكان يقولوله أثناء المباحثات يقولوله على حاجة لأ ده انتفقنا فيهم مع الرئيس السادات اه وده ما يكونش حصل ولا حصل خالص بمرة فكان الراجل يوقف للمحساد وروح يقبل الرئيس السادات حصل كويس ما حصلش يخش بقى لسلاف وقعد نعيد الموضوع مرة تانية ايه هم دائما يحبوا الاستطالة ايه استطالة يطول كل حال اه يطول كل حال ايه ما عادل حاجة اللي بتكلفه فلوس ما يجيه طولش فيه اه عشان كده الغريب المراضي انهم طولوا الموضوع ايه لحتى احنا الواحد انا منه تبتفسيرك ليه ما هنا عشان نتنياهو عشان نتنياهو هم الوقت الاعلام كله الا و اي حد غير نتنياهو كان الموضوع خلص الاعلام كله بتكلم على انه هيتحاكم ايه طب هو نظام المحكم السياسي انه الكبير ده يتحاكم قدام الكنيست انه مش قدام احكم الجنائي لما يطلع من المنصب السياسي يمكن محكمته قدام الكنيست ايه زي يسمو ايه ده الولمانت اللي هو quelliligkeit سهراء فهو طبعا طول ما هو موجود في الكنيسة مش هيتحاكم طب من اللي سانده في الكنيسة المتشددين اليهود طبعا اليمين المتطرر فبالتالي هو عمل التوازن ده موجود وبالتالي ما بيهموش بقى الناس تموت ما تموتش لهو مش مشكلته ولا تفرق معه عندنا التاريخ اليهود كله مجازر ما فيش مشكلة ضغوط الدولية تبقى الضغوط دولة مش مشكلة ما عندهمش مشكلة وبعده نحنة في الآخر بنحرص نغطي يعني النهاردة التمثيلة بتاعت ايران شارت عليه ضغوط كتير جدا في دول كتير تراجعت ثانية واحدة تمثيلية ايران ما حدث في ايران تمثيلية